اهلا بكم يا شباب في سلسلة الكود السعودي الكهربي بيقول ايه خلينا نشوف كود السعودي الكهربي في متطلبات المباني السكنية اللي هو SBC 1101 و 1102 ايه هي متطلبات الافياش الفيديو ده خاص بالافياش او السوكتز لو احنا بصينا في ال SBC 1102 تمام في سكشن 39.5.2.4 الجزء ده بيقول ايه اخوانا شكل السوكت شكل السوكت المعتمد في السعودية هنا زي ما احنا شايفين في الصورة كده فيه عند الخط المكهرب اللي هو الفردة الحية دايما على اليمين تمام وميلة المستطيل بتاعها تمام نايم والقطب التاني اللي هو الخط المحايد او النيوترال يبقى اللاين على اليمين دايما والنيوترال على اليسار اللي هو الخط المحايد ودايما فوق الارس اللي هو التقريد ففيه فتحة الخط المكهرب على اليمين وفق نايمة وفتحة الخط المحايد اللي هو النيوترال على اليسار لازم الاتنين دول يكون مزود بغوالق ده شرط الكود لازم يكون مزود بشطر او بغالق وطبعا فتحة التقريض لازم تكون لأعلى اللي هو المستطيل بتاع الفتحة نفسه يبقى واقف تمام لأعلى ده بناء على تمام الكود السعودي يبقى دلوقتي ايه الشرط او ايه النص يجب ان تكون فتحات المقابس مزودة باقفال اقفال اللي هي غوالق لحماية الاطفال ليه انا بعمل شطر في السكت عشان احمي الاطفال حسب الكود الكود مهتم جدا بحماية تمام الاشخاص او حماية الاطفال تمام فبالتالي يشترط عليك ان الفيش لازم يكون عليه غوالق او تمام اقفال تمام فتحة الارض لازم تكون فتحة التقريض الى اعلى زي ما قلنا او احنا شايفين فيه الشكل قدامنا دلوقتي طيب المتطلب التاني في الافياش المتطلب التاني يجب ان تكون المقابس من درجة حماية اي بي اتنين اكس يعني لازم تكون لها اقل لدرجة حماية اي بي يعني انجريس بروتيكشن او درجة الحماية اتنين ده الرقم الاولاني تمام فيه الحماية الحماية ضد الاجسام الصلبة بنسميها والاكس اللي هو الحماية ضد الاجسام السائلة فهنا اتنين للحماية من التلامس المباشر يبقى لازم لازم في السوكت يكون اي بي اتنين اكس زي ما انت شايف في الصورة كده ليه؟ عشان احمل اشخاص من التلامس المباشر للسوكت طيب اي باش مهندس ايه تانيه؟ تمام؟ الارتفاعات يا اخواننا مهمة جدا من احد الحاجات اللي ما كانتش موجودة تمكن في اي كود ارتفاع السوكت في المجلس العربي ارتفاع السوكت في المجلس العربي حسب الكود السعودي سبعين سنطي اخواننا تمام؟ سبعين سنطي طيب يجب ان تركب جميع المقابس على ارتفاعات من الارضية المشطبة اللي احنا بنسميها FFL لا تقل عن التالي يبقى انت من حيث المجلس العربي ما تقلش عن سبعين سنطي ممكن تزيد عن سبعين سنطي ماشي بس ما تقلش عن سبعين سنطي تمام؟ والارتفاعات الطبيعية بتبقى المساحات الصالحة للسكن تمام؟ ما تقلش من ال FFL عن تلاتين سنطي لو خارج المبنى بتبقى متر لو خارج المبنى بتكون متر في المطابخ يا اخواننا لا تقل عن تلاتين سنطي فوق طولة المطبخ فوق طولة المطبخ حسب ال SBC تمام؟ ألف مية واثنين والمعلومة دي مهمة جدا ما تخلش مطبخ ألاقي السوكت تحت الرخامة لا لازم فوق الرخامة بتلاتين سنطي دا كود تمام؟ خارج المبانى بارتفاع السوكت متر في المجلس العربي ما تقلش عن سبعين سنطي المساحات الصالحة للسكن من ال FFL تبقى على الاقل تلاتين سنطي تمام؟ تمام؟ وبعدين في التركيب في معلومة خطيرة جدا يجب عدم تركيب المقابس في المواقع التي تكون عرضة للتلامس المباشر مع الاقمشة يعني انا زي ما شايف في الصورة كده مروحش اركب سوكت وفي جنبه حتة قماش او سطارة لزقة في السوكت تمام؟ السطارة دي اللي في السوكت ممكن يحصل مشاكل وتؤدي الى تمام؟ مشاكل كبيرة جدا فالكود بيشترط عدم تركيب المقابس في المواقع التي تكون فيها عرضة للتلامس المباشر هو خايف يحصل تلامس مباشر بين السوكت وبين الاقمشة اللي موجودة زي ما احنا شايفين في الصورة طيب حتة مهمة جدا بنشوفها دايما تلاقي في المطابخ المهندس مصمم حاطط لي سوكت فوق البوتاجاز حاطط سوكت فوق البوتاجاز الكود منع كده يا اخوانا الكود منع كده تماما يجب عدم تركيب مقابس فوق اجهزة الطاهي اي جهاز طاهي ممنوع تركب سوكت فوقيه زي ما انت شايف في الصورة كده هو بيبدأ يركب سوكت ممكن بعد ستين سنطي من جهاز الطاهي من الطباخ او من البوتاجاز بتاعي تمام؟ طيب ايه تاني ايه تاني الكود بيقول ايه تاني تمام؟ من ناحية تمام؟ الكود بيقول ايه؟ من ناحية حنفية الميا انا لاقي الصنبور بتاع الميا او الحنفية في الحوض ولاقي واحد حاطط لي سوكت تمام؟ فوق الصنبور لازم يشترط عندي يبقى في مسافة لا تقل عن ستمائة ميلي يعني ستين سنطي من اي صنبور اي حنفية ابعد عنها ستين سنطي يا شباب اي حنفية ابعد عنها ستين سنطي زي ما احنا شايفين في الصورة في حتة مهمة جدا الاماكن اللي احنا بنسميها ويت اريا او بسموها الفراغات الرطبة الفراغات الرطبة ده بيشترط ان يكون المقابس او السوكت من النوع ار سي دي زي ما احنا شايفين في الصورة كده ار سي دي ريزيدوال كارنت تمام؟ عشان يحميني من اي تسريب تمام؟ في الاماكن المبللة تمام؟ شرط مهم جدا طبعا لازم تكون الافياش اللي انا هركبها تكون معتمدة من ساسو وتتوافق مع المقاييس تمام؟ الخاصة بساسو للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من ناحية الفلوربوكس يا اخواننا من ناحية الفلوربوكس الكود بيقول ايه؟ يجب ان تكون المقابس مسبتة في الارض محمية بدرجة حماية على الاقل اربعة وعشرين اي بي اربعة وعشرين درجة الحماية ضد الاقسام الصلبة رقم واحد الاتنين تمام؟ ودرجة الحماية ضد الاقسام السوائل اللي هي اربعة وهنحط دلوقتي صورة توضح لك الفرق بين الرقم الاول والرقم التاني في الاندكس بورتيكشن وفي فيديو موجود تمام؟ بيتكلم عن الاي بي والاي كي كمان في اي سيكشن. طبعا من ناحية التأثير من ناحية المياه تمام؟ او تناصر المياه في خارج المبنى لازم تمام تكون الاي بي بتاعها تتأثر او يعني تبقى محمية من تناصر المياه بدرجة اي بي اربعة وعشرين او من الرش بنفس الماء تمام؟ اللي هو اي بي خمسة وعشرين مهم جدا في الفيديو ده ان انت عرفت اشتراطات الكود السعودي لما انت بتيجي تصمم الافياش الخاصة بالمشروع بتاعك انا شايف مهم جدا ان انت يبقى عندك تراجع لازم يكون في اه اه اقفال او غوالق في السكت لحماية الاطفال دي مهمة جدا تمام؟ بعدين لازم تكون درجة الحماية اي بي اتنين اكس تمام؟ الارتفاعات مهمة جدا تلاتين سنت من الفنشد فلور لو انا بركب في المطبخ فوق الخامة المطبخ بتلاتين سنتي لو انا بركب في المجلس العربي ودي مهمة جدا هتكون يا اخوانا على الاقل سبعين سنتي من الفنشد فلور آآ آآ ليفل وبعدين تمام؟ آآ ما يبقاش في تلامس مباشر بينك وبين اي حاجة آآ وماش تمام؟ آآ لازم تبعد عن اجهزة الطهي تمام؟ بستين سنتي على الاقل وتبعد عن الحنفيات ومصادر المية تمام؟ بستين سنتي وفي الاماكن اللي فيها ويت ايريا رازم تجيب سوكت ار سي دي وما تنساش كل الحاجات لازم تبقى معتمدة من ساسو ولو انت عندك فينشد آآ عندك فلور بوكس لازم تتبع تمام اشتراطات الكود في الفلور بوكس او في السوكت واشوفكم في الفيديوهات تانية كتير خاصة بالكود السعودي الكهرابي ونتكلم عن نقاط ونتناقش فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته